الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الحمد لله على نئمة الإسلام وكفى بها من نئمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي وسط النبي سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً أزيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار آمين 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 يا رب العالمين أما بعد فأيها الهبة فإن كلمتي مع حضراتكم سوف يدور حول وسية من وسايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث أرسل فيه مولانا أزوجل آمين الوحي جبريل عليه السلام إلى خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبره قائلا يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت عش ما شئت فإنك ميت لابد من الموت وعمل ما شئت فإنك مجزي به وحبب من شئت فإنك مفارق وألم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس فايروني بالقلوب والأسما أسأل سبحانه وتعالى أن يجي على كل كلمة أقول وهنا خالصة لوجه الكريم أستغطة لطيف اشتركوا في القناة 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 اللهم عيز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإبادك الموحدين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بزم مغفور وسائي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم جعل جمعنا هذا جمع مرهوما وتفرقنا من بادي تفرق ماسوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقية ولا مترود ولا محروم برحمدك يا أرحم الراهمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا واحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواهش ما زهر منها وما بطن وجعلنا من الراشدين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المقروبين واقضي دينان المدينين وشف مرنا ومرنا المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الحم والهزن والأجز والكسل والبخل والجبر ودل الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن كورونافيريس ومن سيئ الأسقام برحمة يا أرحم الراهمين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان اللهم جعلنا من الراشدين اللهم جعلنا من الراشدين اللهم اهدنا وهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا وهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ولي أمورنا خيارنا والا توالي أمورنا شرارنا اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا بفضل أجود وكرمك يا جواد الكريم وصلى الله وسلم وبارك وأزم على نبينا محمد وعلى آله وصحابي وأطبائه واهبابه وعلى كل من احتاد على بيهده واست outreach بالسنته إلى يوم الدين وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين وآخر Zahl لله